أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه في المجلس السابق وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم على إلا ذرية من قومه الضمير هنا يحتمل عوده إلى موسى عليه السلام إلا ذرية من قوم موسى هذا القول الأول أن الضمير يعود إلى موسى عليه السلام أي فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم موسى على خوف من فرعون وملائهم والمعنى وصف حال موسى في أول مبعثه أنه لم يؤمن به إلا فتيان وشباب تحت خوف من فرعون ومن ملاء فرعون أيضا على خوف من فرعون وملائهم فالضمير هنا في الملأ عائدٌ على الذرية على الذرية هذا القول الأول إذن القول الأول أن الضمير في قومه يعود إلى موسى والضمير في ملائهم عائدٌ على الذرية وضعف هذا القول ابن عطية رحمه الله يقول أن هذا القول ضعيم طيب القول الثاني أن الضمير عائدٌ على فرعون أي فما آمن لموسى إلا ذريةٌ من قوم فرعون وقد رجَّح هذا القول ابن عطية بعد تضعيفه للقول الأول دليله يقول إنه قد تقدَّم محاورة موسى وردِّه عليهم وتوبيخهم على قولهم هذا سحر فذكر الله ذلك عنهم ثم قال فما آمن لموسى فما آمن لموسى إلا ذرية إلا ذريةٌ من قوم فرعون الذين هذه أقوالهم الذين هذه أقوالهم وقد أسلم من قوم فرعون زوجته والخازن وامرأته وشبابٌ من قومه وهناك أقوالٌ أخرى في هذه الآية لكن نكتفي بهذين القولين والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم ما رجَّحه ابن عطية رحمه الله إلا ذريةٌ من قوم فرعون ثم قال الله سبحانه وتعالى على خوفٍ من فرعون وملأهم أي وأشراف قومهم أن يفتنهم ولم يكن في بني إسرائيل يقول ابن كثير من يخاف منه أن يفتن على الإيمان سوى قارون فإنه كان من قوم موسى فبغى عليهم قال الله عز وجل هنا وملأهم على خوفٍ من فرعون وملأهم وفي مكانٍ آخر قال وملأه لماذا؟ لأن الضمير يقول بعض العلماء أن الضمير هنا يعود على الذرية وفي موطنٍ آخر لما قال قبل قليل وفي ملأه يعود على فرعون فهنا جمع لأنه لا يقصد على خوفٍ من فرعون وملأ فرعون وإنما وملأهم أي الذرية هؤلاء لكن قلنا قبل قليل أن هذا قد ضعفه ابن عطية وهو عود الضمير في ملأهم على الذرية فيكون المعنى على خوفٍ من فرعون وملأ فرعون أي أقوامهم وأشراف قومهم أن يفتنهم ثم قال الله عز وجل وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين يقول تعالى مخبراً عن موسى أنه قال لبني إسرائيل يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا التوكل يا أخواني هو عبادة القلب هو الاعتماد على الله عز وجل مع فعل الأسباب أما مجرد الاعتماد بلا فعل السبب هذا توكلٌ وليس توكل ولذاله قال موسى عليه السلام فعليه توكلوا إن كنتم موسلمين سياق الآية يقتضي أن يقول إن كنتم مؤمنين ولا لا إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين لأنه سبق ذكر الإيمان لكن ابن عطية رحمه الله يقول إن الله تبارك وتعالى قال هنا إن كنتم مسلمين ولم يقل إن كنتم مؤمنين يريد أهل الطاعة منظافةً إلى الإيمان المشروط فذكر الإسلام فيه زيادة معنى لأن دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان هل ليس كذلك يعني الإسلام يشمل الناس كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم لكن الإيمان يختص بطائفةٍ أقل كما أن الإحسان درجة أعلى ولذلك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لأنه لا بد من الإيمان من العمل الصالح من العمل الصالح وصفات المؤمنين مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين لأن الله كاف على من توكل عليه وهم سيدخلون معركة عظيمة إن من يسلم يا أخواني ويؤمن تحت سلطان فرعون لا شك أنه سيجد عنةً وسيجد مشقةً لا شك أن الثمن سيكون غالياً لأنه سيبطش به سينكل إن فرعون نكل ببني إسرائيل بمجرد أن ذكر أنه سيولد منهم ولد يكون زوال ملكه على يده فما بالكم بالتنكيل والعذاب حينما بعث هذا الولد لا شك أنه سيكون أنكى وأشد ولذلك أوصاهم موسى عليه السلام بالتوكل يا أخواني لأن المعركة عظيمة لأن الثمن الذي سيدفعون غالياً ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكثيراً ما يقرن الله بين العبادة والتوكل كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه قل هو الرحمن آبنا به وعليه توكلنا رب المشرق والمغرب لا إله إلاه فاتخذه وكيلة لا شك يا أخواني أن المقام مقام توكل على الله لأن الرؤية حينما يؤمنوا حينما يسلموا يتبع موسى فإن الثمن سيكون باهضاً وهم هم من علموا فرعون وصطوته وقوته وجبروته فأوصاهم بالسلاح العظيم سلاح التوكل وقلنا إن التوكل هو الاعتماد الكل على الله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب وهي العبادة وهي من العبادات القلبية وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك امتثل بنو إسرائيل فقالوا مباشرة امتثالاً لأمر نبيهم موسى عليه السلام فقالوا على الله توكلنا وزادوا على ذلك بقولهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يعني نحن متوكلون على الله لكن يا رب نسألك لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وش معنى فتنة للقوم الظالمين أي لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا ولا شك أنها فتنة وقال مجاهد لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا فهم دعاة رحمهم الله يقولون حن نتوكلنا على الله وهذا يدلك على يا أخواني دائما كثير من الناس أو كثير من الشباب اللي يستعجلون أو يعني بعض الأخوة هداهم الله لما يلتزم أو ذا يتمنى ماذا يفعل يريد أن يصادم الناس كله يقول هذا حقيقة التوكل والجهر هذا لسا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية لكن إذا لقيتموه فاصبروا فموسى عليه السلام يقول توكلوا على الله لأن الأيام القادمة أيام عظام أيام جسيمة أيام عظيمة فتوكلوا على الله توكلنا لكن ربنا لا تجعلنا فتنة الله لقوم الظالمين لا تعذبنا على يد فرعون فيظن أنه إنما مُكِّن منا لأننا على الباطل وهو على الحق والواقع خلاف ذلك فيفتن قوم فرعون ويفتن غيره ويقول لو كانوا أولياء الله ما عُذِّبوه وهي لا شك هذا ليس بصحيح فإن تعذيب أولياء الله وقتلهم بل قتل الأنبياء ليس دليلًا أنهم ليسوا على الحق لكن ما يفعل هؤلاء في من يبحث عن أي شيء للصد عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ أي خلِّصْنَا بِرَحْمَةٍ مِنْكَ وَإِحْسَانَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أي الذين كفروا الحق وستروه ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك ثم قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أخيه هنا مبهم وقلنا أن قاعدة القرآن في المبهمات ماذا؟ أن يبقى على إبهامه إلا ما دل الدليل على تعينه لكن هنا هل دل الدليل على تعين أخي موسى هنا؟ نعم ما هو؟ هارون عليه السلام وأوحينا إلى موسى في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى سبب إن جائه بني إسرائيل من فرعون القومة وكيفية خلاصه منهم وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليه السلام أن تبوأ أن يتخذ لقومهما بمصر بيوتا مصر هنا يا أخواني يقول العلم بعض العلمة أنها هي الإسكندرية التي على البحر المتوسطة الآن المعروفة كما قاله مجاهد وغيره ومن العلمة من قال إن المراد بمصر هي مصر المعروفة وحدودها ما بين البحر إلى أصوان إلى أصوان فمصر هنا هي مصر المعروفة الموجودة الآن ومن العلمة كمجاهد من حددها بشيء منها وهي الإسكندرية تحديدا قال وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أي اجعلوا بيوتكم بمصر حتى تذهبوا عن فرعون تكون في أطراف مملكته واجعلوا بيوتكم قبله أي أمروا أن يتخذوها مساجد أن يجعلوا البيوت هذه مساجد وكأن هذا والله أعلم أنه لما اشتد البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر يعني موسى كان يهيئ قومه لمجابهة من فرعون فرعون يكفيك من هذه الكلمة كلمة فرعون لو قلت لكم أريد أن أعرف فرعون قلت لا تعرفها ليه ليه مجرر ما تقول فرعون نعرف أنه ينقضح في أذهاننا ذلك الجبروت والتسلط والتعذيب أول شيء أمرهم بالتوكل ثم إيش هم سألوا الله أن لا يكونوا فتنة وأوحى الله إلى موسى أن يجعلوا بيوتهم أن يتبوأوا لقوم من مصر بيوتاً ويجعلوا بيوتهم قبلة بحيث يعني مساجد يستعينوا بالصبر ويصلون ولا يذهبون إلى الكنائس قيل لأن فرعون هدم كنائسه إذن أمروا بالتوكل دعوا الله عز وجل والتجأوا إليه جلسوا في بيوتهم لم يناكفوا فرعون استعانوا بالصلاة الصلاة الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولهذا قال في هذه الآية وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةِ وَأَقِيمُوا الصَّلاةِ أكثروا من الصلاة وأقيموها على أصولها صلوا وهي الصلاة لهم خاصة تخترف عن صلاتنا ثم في ظل هذه الأمور في ظل هذا الخوف العظيم والتوكل على الله وفعل الأسباب بأن جلسوا في بيوتهم وصلوا أتت البشارة من الله لنبيه يقول لهم بشر المؤمنين بشر المؤمنين أي بالثواب على ما فعلوا وبالنصر القريب كيف ننتصر يا موسى من فرعون من فرعون مثل لو إنساني أخواني موعصى وذهب إلى أمريكا ليقاتلها هل يتصور أنه ينصر لا يمكن شيء يعني يقول يعني لكن قال له أخذ الاحتياطات اللازمة ربّى رجاله موسى عليه السلام أمرهم بالتوكل على الله لأن الأيام صعاب وعظيمة أمرهم بالصلاة والاستعانة وجعل في ذلك في آخر ذلك النفق النور والضوء بقوله وبشر المؤمنين إذن قال الله عز وجل واجعلوا بيوتكم قبله أي مساجد كما قاله ابن عباس والربيع والضحاك قال ابن عباس قالت بن إسرائيل لموسى لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة فأذن الله عز وجل لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة وقال سعيد بن جبير واجعلوا بيوتكم قبلة أن يقابل بعضها بعضا وهذا ضعيف وقيل واجعلوا بيوتكم قبلة أي متجهة إلى القبلة وهو قول آخر ابن عباس ولا تعارض بين القول الأول والثالث فإنه يجعل بيوتهم قبلة ويجعل بيوتهم مساجد متجهة إلى القبلة وهذا الجمع بين القولين أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد متجهة للقبلة وأقيموا الصلاة هذا خطاب لبني إسرائيل أقيموا الصلاة وهذا كان قبل نزول التوراة فإن التوراة يا أخواني لم تنزل بعد لأن التوراة إنما نزلت بعد إجازة موسى البحر التوراة لم تنزل إلا بعد أن أغرق الله فرعون بعد إجازتهم البحر ثم قال الله عز وجل وبشر المؤمنين الخطاب لموسى عليه السلام وهذا هو رأي ابن عطية كما قلت لكم وقال الطبري ومكي إنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين والصحيح هو قول ابن عطية لأن السياق يقتضيه ولا شك أن فيه بشارة للمؤمنين المُطَّهَدين في مكة الذين يُعذَّبون فإنهم مهما عُذِّبوا فلن يُعذَّبوا قدر تعذيب فرعون لبني إسرائيل فإن سطوة فرعون كانت سطوةً عظيمة ثم قال الله عز وجل وقال موسى بعدما يأس من إيمانه وإيمان قومه دعا عليهم كما دعا نوح على قومه حينما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا إنك إن تذرهم يضلُّ عبادك ولا يلِدُ إلا فاجرًا كفارًا ولقد استجاب الله عز وجل لنوح عليه السلام واستجاب لموسى فقال موسى عليه السجام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينةً وأموالاً زينةً أي من أثاث الدنيا ومتاعها وأموالاً جزيرةً كثيرة في الحياة الدنيا أي في هذه الحياة الدنيا ربنا ليُضِلُّوا عن سبيلك في الكسر في الكسر ليُضِلُّوا أي يُضِلُّوا في أنفسهم ربنا ليُضِلُّوا بالضمِّ أي يُضِلُّوا غيرهم وفي قراءةٍ ربنا ليضِلُّوا في الكسر أي يضِلُّوا في أنفسهم والقراءتان سبعيتان أن الدنيا لو كانت تُساوي عند الله جناحَ بعوضةٍ ما سقَ منها كافرًا شربةَ ماء ربنا اطمِس على أموالهم هذا دُعَى موسى عليه السلام بعدما قدَّم بهذه المُقدِّمة وَخَوْفَهُ أَنِّي يَا رَبُّ إِنَّمَا دَعَوْتُوا عَلَيْهِمْ خَوْفًا مِّن فِتْنَتِهِمْ وإضلالهم لغيرهم ربنا اطمِس على أموالهم قال ابن عباسٍ مُجاهد أي أهلكها وقال الضحاك وأبو العالية جعلها الله حجارةً منقوشةً كهيئة ما كانت أي اقتلبت هذه الأموال حجارة على هيئتها واشدُد على قلوبهم أي أُطبَع عليها فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ لأن أين هم في دُعاء بالأدلة بالبراهيم بالبينات تسع آيات إلى فرعون وقومه تسع آيات يرضى الله عز وجل موسى وما آمن فقال فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ وجعل موسى عليه السلام رُؤية العذاب نهايةً وغاية وذلك لعلمه من قبل الله أنه لا ينفع الإيمان وقت رؤية العذاب وقد كان ذلك لفرعون فرعون حينما أدركه الغرق ماذا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين نفس دعاء موسى عليه السلام فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب إذا كان رئيسهم آمن لما رأى العذاب الأليم لكن هل ينفع إيمانه؟ إذن قال العلماء جعل رؤية العذاب غايةً ونهاية لعلمه أن الله لا يقبل توبة من رأى العذاب وسيأتينا أن هذه خاصة لقوم يونس فقط أنهم هم الذين رأوا العذاب فلما آمنوا استجيب لهم وكشف عنهم أما من رأى العذاب مقبلاً وكتب الله عليه فلا ينفعه الإيمان وقد كان ذلك لفرعون فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما السياق يدل على أن الداعي من موسى فلماذا أدخل معه فرعون هنا عفواً لماذا أدخل معه هارون هنا لأن هارون كان يؤمن ويقولون من أمن على الدعاء فكمن دعاء من أمن على الدعاء كأنه دعاء ولذلك لما يدعو الإمام أو يدعو الخطيب وتقول آمين كأنك دعوت وهذه الآية هي أدلة من أدلة من قال كشيخ الإسلام بن تيمية ورحمه الله وغيره من قال أن قراءة الفاتحة في الصلاة تسقط في الصلاة الجهرية على المأموم ليش؟ قالوا لأن المأموم يقول بعد إمامه آمين فكأنه قرأ لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم بهذا الدليل وبغيره لأن السياق يقول أن موسى عليه السلام هو الداعي ثم قال الله قد أجيبت دعوتكما فكان موسى يدعو وهارون يؤمن أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون فاستقيما أي فامضيا لأمري وهي الاستقامة قال ابن جريج يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة حتى حلت به هذه الدعوة فإن صحت هذه الرواية فهو دليل على أن الإسان لا يستعجل فربما يستجاب اللقى قد أجيبت دعوتكما بعد أربعين سنة وقال بعض العلماء كعلي بن حسين إنها أربعين يوم وعلى كل سواء كانت سنة أو يوم فإن الله بيّن أن دعاءهم قد استجيب ولم يستجب في الحال فربما يستجاب للإنسان دعاءه وهو لا يعلم فلا يستعجلن المرء ولذلك مهمة الإجابة هي على الله تبارك أنت الإنسان يهتم في قضية أنه يدعو فقط ولن يخسر لأن الداعي أخواني الدعاء عبادة فبالدعاء إما أن يستجيب الله لك أو يدفع عنك من الشر بدعائك أو أن يدخره لك حسنات فأنت كسبان على كل حال فالله تبارك وتعالى بيّن أنه قد استجاب دعوة موسى وهارون على فرعون وقومه وأمرهم بالاستقامة وأمرهم بالصلاح والاستقامة على ما هم عليه والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والمضي وأن لا يتكِلَا على إجابة الدعوة بل لا بد من فعل الأسباب قال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوى يذكر الله عز وجل في هذه الآيات كيفية إغراق فرعون كيفية إجابة الدعوة فإن بني إسرائيل مما خرجوا من مصر صحبة موسى عليه السلام أرسل فرعون في المدائن حاشرين يتبعون موسى عليه السلام فلحقوهم وقتى شروق الشمس فلما تراء الجمعان تراء الجمعان بدأ قوم موسى يرون قوم فرعون وقوم فرعون يرون قوم موسى وهنا كما تسمى ساعة الصفر قال أصحاب موسى إنا لمدركون في أسباب الدنيا في الأمور المادية يقيناً أننا مدركون أمامنا البحر ونحن عددنا قلة وخلفنا فرعون أتى بكل جيوشه ليلتهم هذه الفئة المؤمنة التي اتبعت موسى عليه السلام إنا لمدركون يقول ذلك الأتباع للنبي موسى عليه السلام قال موسى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فألح أصحاب موسى على موسى في كيف المخلص مما نحن فيه فقال موسى إني أمرت أن أسلكها هنا أنا أمرت أن أمشي كيف تمشي يا موسى والبحر أمامنا قال كلا إن معي ربي سيهدي موسى مؤمن بأنه قد دعا على فرعون وأن الله أخبره بأنه سيستجيب له وقد وعده بأن يبشر المؤمنين فأمر الله حينما لم تبق من أسباب الدنيا المادية شيئا أتى النصر ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فورجت وكنت أظنها لا تفدي فأمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصا فضرب فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم وكان وصار إثني عشر طريقا لكل سبط واحد وأمر الله عز وجل الريحة فنشفت أرضه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فسلك أو موسى تلك الطرق التي كأنها لم تكن بحرا قبل ذلك طريق والطريق الذي أخواني يأتي به الذي كان تحتهما ماذا يكون يكون طيل لكن الله أمر الريحة فنشفت كأنه طريق لم يأته بحر وكأنه لا يمشي على بحر فخرج قاموس فلما اكتمل خروج قوم موسى عليه السلام واكتمل وتكامل دخول فرعون وقومه أمر الله البحر أن يعود إلى ما كان عليه وتراكمت الأمواج قوم فرعون فوق فرعون وقومه وغشيتهم سكرات الموت فقال عندها استجابة لدعوة موسى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين فآمن حيث لا ينفعه الإيمان لأن الله تبارك وتعالى قد حكم أن من رأى العذاب فآمن لا ينفعه فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون وهكذا قال الله في جواب فرعون آلآن يا فرعون تؤمن آلآن وقد عصيت قبل آلآن وكنت تدعي الألوهية وكنت تدعي الربوبية أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي آلآن يا فرعون آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لم تكتفي بعصيانك يا فرعون لم تكتفي أن كنت عاصياً فقط بل زدت على ذلك أن كنت مفسداً ضالاً مضلاً فالآن لا ينفعك الإيمان قد ورد عند الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس قال قال رسول الله سلم لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالاً من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة فرعون طاغية حتى جبريل خاشية أن تناله رحمة الله عز وجل فأغلق فامها لا يقول غير آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أن تدركه رحمة الله لأن رحمة الله وسعت كل شيء وفي هذا الحديث دلالة وبشارة للعاصيل بشارة لنا نحن المقصرين ورحمتي وسعت كل شيء ثم قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية من عظم فرعون في قلوب بن إسرائيل من بطشه وجبروته لم يكن يتخيلون أن فرعون قد غرق لا يخطر على بالهم أن فرعون قد غرق في البعض ولا يمكن فرعون أن يغرق وهو القائل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجر الله عز وجل الماء من فوقه فهم معتقدون أن الله نصرهم لكنهم نصرهم على من؟ على فرعون ذلك الطاغية يريدون أن يروا آية يريدون أن يتأكدوا من عظم بطش وجبروت فرعون لم يتخيلوا أن فرعون ذلك الذي كان يستبيح نساءهم ويقتل أولادهم ذلك الطاغي المتكبر أن يغرق فيما فأخرج الله عز وجل جثته فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية قال ابن عباس وغيره إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح وعليه درعه المعروفة به على نجوة من الأرض أي على مكان مرتفع ليتحققوا موته نعم فرعون هلك نعم فرعون مات نعم فرعون غرق لتكون لمن خلفك آية أي لتكون لبني إسرائيل دليلاً عن أي لا يشكوا بنصر الله تبارك تعالى أي لا يتخيلوا أن فرعون سيأتي لا هذا فرعون الطاغية انظروه ميت جثة بلا روح وإن كثيراً يقول الله عز وجل من الناس عن آياتنا لغافلون وكان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشورة كما روى البخاري وعليل عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشورة فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب أنتم أحقوا بموسى منهم فصاموه وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلس ونسأل الله من مجالس تفسير سورة يونس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر